سياسي يسيطر عليه الانقسام وضبابية الرؤية وتشرذم المؤسسات وهشاشة الأجسام السياسية أكثر مما كان عليه سابقا وضع تحكمه الظرفية الزمنية وسياق الواقع بتناقضات وخلفات هي أقرب إلى مشهد انهيار مؤسسات الدولة بالكامل في ظل الانقسامة السياسية وانعدم أي حلول توافقية لحل حالة الأزمة أزمة زادها تاريخ السبع عشر من ديسمبر الذي انتهت فيه صلاحية الأجسام التنفيذية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بحكم بنوده وأحكامه تعقيدا وانقساما في مناخات سياسية متقلبة كهذه يقوم مجلس النواب بانتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي متعللا بمحاولة إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية وتوحيد المؤسسات وفقا للمادة الخامسة عشرة من الاتفاق السياسي المجلس وفي جلسته اليوم انتخب بواقع 54 صوتا محمد عبد السلام الشكر محافظا جديدا للمصرف المركزي ليفتح بذلك بابا آخر من أبواب الانقسام والخلاف المستمر منذ سنوات عودة أعضاء من مجلس النواب لبعض بنود الاتفاق ليعلنوا أن هناك توافقا على تفعيل المادة الخامسة عشرة المتعلقة بالوظائف السيادية المدنية في الدولة ويقومون على ضوئها بانتخاب محافظ جديد للمصرف ليست إلا دليلا جديدا على الإصرار من البعض على مزيد توسيع هوة الانقسام فالمدة المذكورة تنص على ضرورة قيام مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة خلال ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق بهدف الوصول إلى توافق حول شاغل المناصب القيادية للوظائف السيادية ومنها محافظ مصرف ليبيا المركزي غير أن الذي حصل غير ذلك فقد قام نحو تسعين عضوا من البرلمان في الرابع من ديسمبر الجاري بتقديم مقترح لإقرار المادة الخامسة عشرة من الاتفاق ويشير مطلق المبادرة من النواب إلى أنها تأتي تزامنا مع الإعداد الجاري لعملية الانتخابات وتهيئة الظروف المناسبة والأرضية الصلبة لهذه العملية ولتحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن وفي ظل المشاكل الأمنية والاقتصادية والانقسام المؤسسي الذي تعيشه البلاد انتخاب المحافظ الجديد جاء دون الاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق السخيرات ولا التشاور معه بحسب مصادر من المجلس مما جعل من رئيسه يعبر عن امتعاضه ورفضه لما سماها التصرفات الانفرادية وبلهجة صدامية يقول رئيس المجلس الأعلى للدولة أن محافظ المصرف يبقى في منصبه إلى حين البت في المناصب السيادية حسب ما جاء في بنود الاتفاق وأنه لا شرعية لما يتناقض مع ذلك وفي ظل دعوات دولية وإقليمية إلى ضرورة التمسك بالاتفاق السياسي الموقع في السخيرات المغربية ومع اعلان قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر نهاية مدة صلاحية الاتفاق السياسي وأجسامه التنفيذية وتمسك رئيس المجلس الرئاسي المقترح فائز الصراج بمواصلة عمله إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة يبقى الوضع مراوحا لسياقات الخلافات والاختلاف ويدور في نفس الحلقة المفرغة قرار آخر من مجلس النواب يزيد طين الخلافات بلة ويدفع إلى تأزيم الوضع أكثر مما هو متأزم بمثل هذه القرارات تعددت الحكومات في ليبيا وانقسمت المؤسسات ولا غرابة أن نرى مصرفا مركزيا ثالثا بعد هذا الانتخاب لتنقلب القرارات من محاولات لإيجاد حل للأزمة إلى مزيد التجزئة المجزأ وانقسام المقسم لعل المساعي الأممية والمحلية إلى تسريع النقاشات بخصوص الانتخابات والجهود الرامية إلى إجرائها العام المقبل يجعل من بعض النواب يقدمون على أي خطوة لتشتيت التركيز على مقترح واحد والدفع نحو مزيد تعميق الأزمة كما يرى كثيرون تفعيل مادة من اتفاق لم يلقى توافقا ولم ينجح بعد عامين كاملين في تفعيل أي بند من بنوده يطرح تساؤلات عن النوايا الحقيقية للأعضاء الذين فعلوها في هذا الوقت بالذات ليبقى التساؤل قائما هل يكون انتخاب المحافظ الجديد خطوة استفزازية لطرف الحوار الآخر أم أنه نية مبيتة لمزيد تجسيد انقسام المؤسسات أم هي مجرد قفزات كبقية المبادرات وهروب من مقترحات مشتتة ومبادرات مجمدة إلى أخرى تعزز واقع الخلاف اشتركوا في القناة